ترجمة نانسي قنقر 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 نحن بحاجة لأن نتوافق أو يتوافق أهل البيت أهل البيت الماروني أولاً والمسيحي ثانياً والوطني ثالثاً من أجل إنهاء الشغور الرئاسي وأيضاً هناك ضرورة لتحصين الجيش اللبناني وعدم المس بقيادة الجيش إلى حين انتخاب رئيسة الجمهورية المؤسسة العسكرية اليوم هي أمام وضع مصيري استثنائي ممكن أن يهدد أمن البلد وعلينا أن نبعد المؤسسة العسكرية عن مرارة الشغور في موقع قيادة الجيش طبعاً بحثنا مع سيدنا الموضوع المسيحي ولمست أن أبكركي لن تسلم بتغييب الموارن عن القرار السياسي والعسكري ولن تقبل بتجرع الكأس التالتي في عدم وجود ماروني في موقع الرئاسي أو في موقع حكمية مصرف لبنان أو في موقع قيادة الجيش وشكراً ترجمة نانسي قنقر